بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مودا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي علمنا إن احنا نجالس ونختار الجلساء بعناية وكل جليس بنجلسه ممكن يكون طائط نور وممكن يكون في بعض الأحيان ظلمات وقبور وعشان كده احنا محتاجين نختار جليس الناس اتكلمت عنه كتير بس احنا هنتناوله بطريقة مختلفة شوية النهاردة الجليس اللي احنا هنتكلم عنه جليس وجوده نور وهدى لما يكون صادق وحقيقي وجاي من أهله وبيكون وبال لما يخرج من غير أهله ولما بنطلبه من غير أهله برضه الجليس دوت هو النصيحة في وقت السوشيال ميديا والنصيحة على ضفاف التدين الكمي التدين اللي فيه نصائح تودي في دهية نصائح تخلي القلوب تقسى نصائح تخلي الناس ولا عياذوا بالله وجوشهم عكرة وعشان كده النصيح تخوف الإنسان تخليه حاسس بأن ربنا متربص به فالبيئة اللي احنا فيها دي مليئة بالظواهر اللي تخلي النصيحة فيها مشكلات كتيرة أنا أقول لكم إن اللي واقع بيقول إن النصيحة الآن فيها اضطراب شديد في حياتنا فالنصيحة أصلا شكل من أشكال قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقو وما ظهر من مظاهر حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعي صلى الله عليه وسلم بس هل كل نصيحة هي تعاون على البر والتقوى؟ بالله عليكم الجروبات اللي هي بتاعت جروبات النصيح الزوجية دي اللي بتخرب البيوت تنفع أنها تكون جروبات النصيح الزوجية؟ فعشان كده هل كل نصيحة بتقدم ممكن تلاقي فيها الدعم والإرشاد المناسب؟ اللي فعلا يمثل قيمة إضافية للمنصوح أعتقد أن الجواب واضح إحنا عندنا أشكال مختلفة من التعامل الناس مع النصيحة تعالوا نشوف الأشكال اللي إحنا نرصدينها دلوقتي للنصيحة شخص عنده نصيحة حقيقية عن علم وممكن تساعد حد من أحبابه وتخلي حياته أكثر بركة ولكنه بيتردد في النصح عشان خايف أن اللي ينصحه يزعل منه مش يمكن يزعل فعلا لما إيه اللي حاصل؟ لما تشوفوا رايحة الظلمة ويجي عتبك على أنك أنت ما نصحتوش لأن من الصدق في المحبة أنك تهدين نصيحة بلطف يبقى إيه اللي حاصل؟ وقولوا للناس حسنة ادفع بالتي هي أحسن آه كده الشخص بقى الشخص التاني النمط التاني اللي إحنا شايفينه كتير شخص عنده نصيحة حقيقية عن علم وفيها قيمة مضافة ولكن طرقته فيها غلظة تخليك تنفر من النصيحة الله سبحانه وتعالى يقول عن حضرة نبي فبما رحمة من الله إلنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لن فضه من حولك آه طيب عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألقابه أنه الرحمة المهدى كان اللطف واللين والحنان كله بيسري في قلبه وفي كلامه ولذلك سيدنا معاوية بن الحكم كان بيحكي أنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي بالصحابة فعطس رجل من الصحابة في الصلاة فقال الله سيدنا معاوية يرحمك الله فبيقول فيقول سيدنا معاوية فرماني القوم بأبصارهم كي لا أتكلم في الصلاة وبعضهم يقول لك في بعض الرواية ليه فصاروا يصمتونني يسكتوني كده يعني في الطريقة دي عطس في الصلاة فبيقول له أرحمك الله في الصلاة فلما صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا الحال فبيقول له فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه يا سلام يا جمالك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالله ما كهرني وما نهرني قال يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإيه اللي حصل ما نهرهوش ولكن علموا قيمة صلى الله عليه وسلم النوع الثالث بقى شخص بيعين نفسه بقى ده بقى يا الله على كثرة التدين الكمي بهدن بالناس دي بقى شخص معين نفسه حارس للقيم وحامل الدين إيه اللي حصل الدين يا أهل الله جاي عشان تتحقق به مش عشان نحميه لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى الفكرة الخبيثة دي بقى اللي صارت فينا من التدين الكمي أو جد الظاهرة إيه اللي لم تتكلم في الدين فأنت تضيعه والله ما حقيقي والله بجد ما أقولك والله ما حقيقي يعني ممكن أنت ما تتكلمش في الدين والدين ما يضعش لا ممكن أنت تتكلم في الدين والدين يضع بكلامك حضرة النبي اللي قال كده هقولك أنت هتكون أخف على الدين من الصحابة فبعض الصحابة تكلمه فدع عليهم حضرة النبي أنه هو تكلمه فقالوا إيه الراجل أصيب بشجة في رأسه فقالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل أجنب الرجل وهو في المعركة ومتعور فلا نرى لك إلا أن تغتسل فاغتسل فمات الرجل فحضرة النبي قال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العيس سؤال يبقى أي حد هيتكلم بغير علم هيتصيبه دعوة حضرة النبي فليه نعمل كده فأي حد مش أي حد يتكلم في الدين ومش أي حد ينصح في الدين لازم يكون حد عنده معرفة ومش التطور الطبيعي على فكرة للإنسان إنه لما الواحد يروح يبقى متدين التطور الطبيعي بتاعه مش إنه يبقى داعية والله ما التطور الطبيعي لأي حد ده مش التطور الطبيعي إن كل الناس يبقى دعاء ودود ما حصلش في عصر النبي والله يعني الناس اللي بيقولوا إحنا بنعمل كده حرصا على الدين فأنا بسألكم يعني الصحابة لما انتقل صلى الله عليه وسلم في حجة الواداء مئة اربعة عشرين الفصحاب الذين الذين أكثروا من الفتوى عشرين والخمسة بس منهم من الأكثروا من الفتوى فعشرين فتو أفتوا وخمسة منهم من الأكثروا من الفتوى لكن إن إحنا نوصل بمسألة النصيحة إلى الشعباوية الدينية شعباوية التدين لا 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 خالص مش هينفع ده مش هينفع خالص أقول لكم حاجة فيه ظاهرة كده الناس تقولك إيه الناس تفتي نفسها عارف الناس تفتي نفسها وتنصح الناس إذا كان هو يفتي نفسه ما ينفتيش الناس ليه ما يفتي الناس كمان والناس تفتي بعضها يلا نفتي بعضنا طب ده يحصل إيه قتلوهم قتلهم الله ليه لأن هذا يفسد الدين ويضيعه بالمناسبة أنا عايز أقول لكم حاجة حكاية إن الناس تفتي بعضها دي وتفتي نفسها دي هي اللي أخرجت لنا التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب خرج على إيدي الناس ليه الفهم المغلوط لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا وقايا قال لك بلغ أنصح في دين الله والنصيحة للأمة ولعامة المسلمين آية سيدي لما تكون أنت من أهل النصيحة تكون من أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في شخص بقى رابع ناصح للناس ليه النهار متفرغ بس للنصيحة وده في الحقيقة مش بس باب دلال على الله بيدول للناس على الخير لأنه من باب أنه يعلم على الناس ويبقى لهم قد إيه هم خطائين دولا بقى أنا آسف يعني مرميين في شوارع السوشيال ميديا ما السوشيال ميديا ليه شوارع برضو مرميين على في شوارع السوشيال ميديا الناس الذين يفعلون هذا حرام يا عم أنت حرام أنت من أهل العلم وإني أنصحكم لله يا عم تنصحنا لله لازم تتعلم الإمام البخاري مباو بباب باب العلم قبل القول والعمل فأنت من أهل العلم لا أنا فهمت آية وفهمت حكم شرعي فأنا مبلغ للحكم الشرعي أنت لا تفهم مراد رسول الله وأنت تفعل هذا عن هوا لا أنت مش مطالب منك ده فدي مش نصيحة في الحقيقة ده كبر وييجوا ولا عازوا بالله الشخص الخامس بقى شخص فاكر نفسه بقى ايه بينقذ الناس لما بينصحه من منطلق تجربته الشخصية اللي بيكون فيها قراءة سوداء مش متزنة للحياة فلو سيدة عرضت مثلاً لخيانة من زوجها فتنصح كل البنات اللي حواليها انتم انتبهوا لأزواقكم فاتشي وراه الرجالة دولة كلهم عينهم زيغة الرجالة دولة مستلكين لا 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 اوعي اوعي تأمن الراجل وزمان كانوا يقولوا المثل يا مأمنا للرجال ويتقول لهم خلاص الرجالة كلهم خينين فاللي تسمع كلامها يا عيني تقع في هذا الوهم ونهيك طبعاً عن جروبات السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها اللي انا بسميه النصيحة الايه بقى النصيحة القاتلة اللي بتقتل القلوب او النصيحة السوداء اللي بتسود القلوب اللي بتكون سبب في خراب بيوت كتير وبتعتبر واحدة من اهم اسباب الطلق حالياً للنصائح دي الشكل السادس شخص بيفضح الناس من باب النصيحة الناس بقى محتاجة النصيحة عشان تقبل بيها على الله لكن هو والعزب الله يفضح الناس ولازم تكون النصيحة هو بقى متسود لازم تكون النصيحة عشان تبقى مخلصة تبقى على رؤوس الاشهاد لكن النصيحة في الحقيقة عشان تبقى مخلصة لازم تكون في السر وهدية وعلى علم وما يكونش فيها اي نوع من انواع الكبر والتكبر والشماتة شوف جمال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ستين عائشة رضي الله عنها كانت بتقول ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغاه عن الرجل شيء لم يقل ما باله فلان يقول كذا وكذا ولكن يقول ما باله اقوام يقولون كذا فالنصيحة هي دي نصحت الستر وحفظ الاعراض والنصيحة اللي تخلي الواحد يحس انه هو عايش في ستر ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى جعل اخوه داوة باب من ابواب الفضل والنعمة والبركة والمدد عشان يستروا وعشان كده دايما ان بقول كده لأحبابنا اعظم ستر تتستر به وتستر به نفسك هو ان تستر الناس لكن انه انصح فلان على السوشيال ميديا وفاكر ان كده نصحته لا حضرتك فضحته والعياذ بالله عشان كده سيدنا الامام الشافي يقول تعمدني بنصح في انفرادي واجنبني النصيحة في الجماعة فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعة وان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع ان لم تعطى طاعة ما تزعلش ان انا ما معملتش من نصحتك لان انت في الحقيقة ما نصحتنيش انت فضحتني وعشان كده من اهم اشكال النصيحة هي الاستشارة اه هنا بقى نيجي هنا بقى نوقف شوية عند الاستشارة لان الناس قال فيهم سؤال خبراء والحصول على الاستشارة بقى بنسأل اي حد لكن احنا في مجتمعنا انا بقولكم احنا محتاجين نعيد الاعتبار للاستشارة ان احنا نستشير اهل التخصص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم فالمستشار لابد انه يكون مؤتمن فالمستشار ليس فقط مسؤول بل امين على النور وعلى التوفيق والالهام اللي ربنا بيلهمه به فالمستشار يحمل امانة الله اليك كأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لا تستشر الا من كان يحمل امانة من عند الله فالاستشارة امانة على الطرفين امانة على المستشار وامانة على المستشار الذي يستشير ايضا فلا تستشر الا من هو صاحب امان وما تستشيرش إلا عن حاجة ما تستشيرش عن مال على بطال لا استشير عن حاجة في حاجة أنت محتاجة فتستشير عنها إحنا بسبب الوسائل التواصل الاجتماعي للأسف أصبح عندنا سيولة في الاستشار سيولة فأصبحنا أنا آسف يعني أقول لكم فأصبحنا بلا أسرار ما عندناش أسرار دايما بقول ما لا أسرار له فقد فتح على نفسه باب الفضيحة من أوسع الأبواب وعشان كده لماذا جعل الله في حياتنا أسرارا وهو سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله جعل في حياتنا الأسرار لتكون علامة على الإكرام فالأسرار اللي في حياتنا ده ده من باب إكرام ربنا لينا يبا لازم نعرف أن المستشار مؤتمن على خمس حاجات المستشار مؤتمن على النفوس حد مثلا بيستشيره على حد أن يأكل عسل كتير وهو عنده سكر أو حد يستشير حد عايز يعمل حاجة معينة بس هو لازم يروح للطبيب يبا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن يعني لو حصل له حاجة أنت مسؤول فناخد بنا والمستشار كمان مؤتمن على الوجدان فما ينفعش حد مش دارس ولا متخصص في الطب ولا الألاج النفسي يشير على الناس باستشارات نفسية لأنه ممكن يأذي الشخص ده ويخليه يصل إلى حد الانتحار والعزو بالله تاني بقى حاجة المستشار مؤتمن عليها مستشار مؤتمن على العقول لازم تختار مستشار حكيم يردك إلى الاتزان العقلي مثلا فيه ناس شارط على ناس أنك مش هتقدر تعيش المستقبل بشكل جيد غير لما تصف الماضي من أوجاعه دي مش حكم على فكرة لأن الفكرة دي شلتهم عن التفكير وخلتهم موقفين عند الماضي دي مش حكمة يا ابن فالمستشار مؤتمن على النفوس على النفس مستشار مؤتمن على العقل مستشار مؤتمن على الدين فالنصيحة في الدين من غير منهج علم معتمد ومعتبر هلكة كما في الفتاوى اللي احنا بنحصل يبقى الفتاوى اللي بتحصل ما بين الناس دي هلكة في الدين والعزو بالله والناس قاعدة تفتي بعضها فأنتم مستغربين ليه لما الناس تقعد تفتي بعضها أنه يبقى عندنا تطرف أو الرهاب لأنه بيفتوا من غير علم وفتحوا لهم بابل وسواس وزودت في الناس الأمراض النفسية والاكتئاب والقلق لغاية ما الناس ما بقواش قادرين يحسوا بإمت الدين في حياتهم مستشار كمان مؤتمن على الأعراض أكتر حاجة مضيعة في الاستشارات الأعراض أكتر حاجة مضيعة في الاستشارات الأعراض واستشارات الكرام فتقول لها مثلا ما تستحمليش أنت تستحمليه ليه أنت كده على تضيعي كرامتك فالبيت يولع فحسبه الله ونعم الوكيل والمستشار كمان مؤتمن عن المال يقول لك هات الفلوس وأتجرلك فيها وبالاها البنوك فبقى عندنا تاريخ طويل من المستريحين بقى عندنا مستريحين كتير عندنا تاريخ من أول شركات التوظيف على المستريحين كلهم عمل اللي أنت شفته ده فالمقاصد الخمسة المستشار مؤتمن عليها مؤتمن على النفس وعلى العقل وعلى الدين وعلى العرض وعلى المال طب نعمل إيه بقى عشان نتجنب سوق الاستشارة لما تحب تستشير حد وتطلب منه أول نصيحة لما تحب تستشير حد وتطلب منه النصيحة راجع لأول معايير اختيارك ولذلك احنا عندنا مجموعة من المعايير تساعدك عشان تختار مستشار مناسب أول حالة استشير من يحترم العلم ففي معايير لاختيار المستشار منها أنه يكون أهل معرفة وأنه يكون ما سببش مشاكل وأنه يكون المستشار ده شخص مؤتمن ما بيكشفش الأسرار ولا يكون المستشار ده عنده غرض من الاستشارة كل دي معايير الحالة التانية اللي احنا لازم نرعيها ونعملها أن احنا لما نستشير حد نستشير واحد من أهل العلم وما تستشيرش وبيحترم العلم ما تستشيرش حد بيهين العلم ويتكلم بكلام سلبي عن المعرفة ولا عن العلماء أنا قصد أقول لكم كده لأن حضرت النبي قال إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال لمين للطبيب للعالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى عشان كده لازم لما تستشير حد يكون إيه بيحترم العلم ومن أهله تالي حاجة استشير مستشار مستقل بلاش تستشير حد لو عايز يشير عليك بشيء دايما يطلب منك إنه يعرف رأيك الأول يا سيدة أنت كده بترمي عليها الاستشارة لأن في الغالب هيزبط رأيه على رأيك إلا لو كان بيدربك أو معلمك فعايز يعرف فين محل الخطأ في تفكيرك لكن الأساس لما تستشير حد تستشير حد مستقل مش عايز يعرف رأيك عشان يزبط استشارته على رأيك الحاجة الرابعة ما تستشيرش مستشار لسه بيجرب وبيكتهد لو لسه بيجرب وبيكتهد ممكن يجرب فيك ويئزيك وعشان كده اللي هيطبب وهو ليس بطبيب واللي هيشير وهو لم يصبح مستشارا هيضمن خامس حاجة ما تستشيرش مستشار في عزلة يعني واحد قاعد في عزلته كده فأنت هتروح تستشيره اللي في عزلة ممكن يربيك يزهدك لكن المستشار وظيفته إنه يربط ما بين حياتك وبين مرجعيتك يعني يربط ما بين العلم والحياة فما تستشيرش واحد معتزل الحياة ولابد يكون ملاحظ للتغيرات اللي بتحصل حواليك طول الوقت لو هو مش ملاحظ ما تستشيروش رقم ستة استشير مستشار مدرك للواقع بلا تستشير مستشار غير مدرك للواقع لإن ده عيدايقك ويأزيك ويخليك ما تقدرش تحس بالاستشارة بشكل صحيح يا سادة الاستشارة ما هيش طرف الاستشارة جزء من وظيفة الإنسان في الحياة جزء من وظيفتك في الحياة أن أنت لما ما تكونش تعرف تستشير و لذلك أتى الأمر الإلهي بالوجوب فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون و لذلك إيه اللي حاصل لازم نكون منتبهين جداً جداً للاستشارة وتعالوا أقول لكم ببساطة خالص نقول الإجراءات مرة تانية اللي إحنا كنا بنتكلم عنها في الاستشارة الإجراءات دي مهمة عشان نلاحظ نفسنا وإحنا بنستشير بشكل صحيح أقول لأ لأن إحنا لهم ما استشارناش بشكل صحيح فيه خوف كتير على نفسنا وعلى عقلنا وعلى دينا وعلى أعراضنا وعلى أمولنا أو الإجراء قلناه في الاستشارة إن أنت لما تيجي تستشير حد لازم الشخص ده اللي أنت بتستشيره يكون بيحترم العلم بقولنا بيحترم العلم يعني ما يتفهش العلم ما يتفهش العلم يعني إيه؟ ما يجيش يوعد يقول لك كلام فيه نوع من أنواع عدم التزام احترام العلم في الاستشارة ولكن الإجراءات اللي إحنا قلناها لك بقى الإجراءات الستة اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان نساعدك على إنك أنت تستشير بشكل صحيح أول حاجة عشان تستشير بشكل صحيح لازم تكون أنت وبتستشير الشخص ده بتستشيره وهو من أهل المعرفة ما تستشيرش أي حد مش من أهل المعرفة لازم استشارتك تكون لشخص من أهل المعرفة يبقى أول حاجة راجع معايير اختيارك لللي إنت بتستشيره تاني حاجة اللي إنت لازم تعرفها استشير اللي بيحترم العلم زي ما قلت لك ما تستشيرش حد ما بيحترمش العلم تالت حاجة تستشير حد مستقل مش عايز يصبط استشارته على هواك رابع حاجة ما تستشيرش حد لسه بيجرب عيجرب فيك وفين وفين بقى لما تزعل النتيجة وبعدين ممكن يأزيك ما تستشيرش حد رقم خمسة ما تستشيرش حد منعزل عن الحياة استشير حد بيعرف سادس حاجة استشير مستشار مدرك للواقع ومتابع عشان وظيفة الاستشارة ان هي تخليك تحب الحياة وتعيش الحياة بشكل صحيح مش تهرب من الحياة يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتدقى عليها أسئلتكم مباركة هتفضل أسئلتكم باب مفتوح لنا عشان نبقى في مجالس العلم ونبقى في مجالس النور والبركة والسرور أول سؤال جاننا على صفحتنا على الفيسبوك سؤال بيقول أسباب الخنق أو الضيق والبكاء بدون سبب مش طيقة أي حد زوجي كان بيشتغل دلوقتي مش قادر يشتغل عايزة أعرف السبب إيه السبب في الحقيقة أني فيه خلل في إدارة الحياة إدارة الحياة هي اللي بتخلي الإنسان يحس بالسعة أو يحس بالضيق وحتى لو أني الإنسان ده في شدة الشدة دي ليست شدة ولكنها شدة جذبة لمزيد من العمل ومزيد من المحاولة للإقبال على الله سبحانه وتعالى هنكمل سؤالنا ده ونكمل إجابتنا عليه ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم وكان قبل الفاصل كان عندنا سؤال بيقول أسباب الخنق أو الضيق والبكاء بدون سبب مش طيقة أي حد زوجي كان بيشتغل دلوقتي مش قادر يشتغل عايزة أعرف السبب الحقيقة الحالة اللي حضرتك فيها دي اسمها حالة ضيق والضيق في الحقيقة يستدعي أن تشعر بأن الله هو الرفيق يعني قال الله سبحانه وتعالى معاك وإن الديق دوت مش نهاية العالم بل الديق دوت بيأخذك عشان تخرجي أحسن ما فيكي أحسن ما فيكي تلات حاجات أول حاجة الصبر تاني حاجة نعمة ربنا اللي فيكي أن أنت إزاي تقدري تديري الأمر ده تالت حاجة الرضا والصمود النفسي اللي جواكي فأنت لازم عندنا صبر وعندنا إخراج أحسن ما فينا من مهارات وقدرات وتالت حاجة الرضا والصمود النفسي طب نعمل إيه بقى عشان نخرج ده أول حاجة ما تتوقفيش عن العمل آه زوج حضرتك للأسف ما بيشتغلش دلوقتي بس مش معناه أن حياتنا توقفت وانتهت نعمل إيه؟ نبحث عن شغل إحنا أو هو بس ما نسيبش حياتنا تتدمر لو سيبنا حياتنا تتدمر ده كلام من الصح وده كلام لا يرضي الله ولذلك هيبقى عندنا إيه؟ من بات كلا من عمل يدي بات مخفورا له طبعا إحنا ما تتصوروش امتنننا وما تتصوروش احترامنا للسيدات اللي في بعض الأحيين بتحمل هم الأسرة وتعمل وتنفق على الأسرة لما العائل بتاعها يحصل له مرض أو يحصل له شيء ما يبقاش قادر على الشغل هذا فضل منا كبير من الله سبحانه وتعالى ويبقى الست دي لابد أن يمتن إليها وتحترم احتراما عظيما لأنها بطلة الست المعيلة دي اللي بتسعى على بيتها لأن اللي حصل أن زوجها ما بقاش قادر يعمل فإيه اللي حاصل فدي بطلة بندعو لها وبنقول لها الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعينك ويجعل لك مددا بالخير وبالتوفيق وبالسداد ويفتح عنك ويرفع عنك ويحمل عنك كل أدى كل تعب وكل كد وكل كرب ويجعلك إن شاء الله في أمانه وفي سعده ولازم زوجها بشكل واضح لو كانت بتعمل كده يدعي لها وما يحسش أبدا بالوسواس الشيطان اللي هيجي لها إن هي امتعت منه عليه ويبقى حساس لا 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 خالص فأنت بتقول إيه أسباب الخنقة إيه أسباب الخنقة أسباب الخنقة إحساسك بإن ده نهاية العالم وإن ما فيش مخرج لا فيه ستين ألف مخرج ربنا كريم سبحانه وتعالى وزيك إنت لو بتعملي وزيك من كانتش بيقدر يعمل استمر في العمل وما تسمعيش كلام الناس إنت هتتحمل لغاية إمتى إنت بطلة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويوسع عليك رزقك طيب طب أنا أعمل إيه حس بالخنقة دي لإن أنت حس بالضغط بس أنت حس لازم تحس بنعمة ربنا عليك إنهم يديك النعمة ديت عشان تقدري تحافظ على الأسرة دي كل ما الواحد بيحافظ على أسرته كل ما ثوابه يعلى وكل ما يبقى زي الأبطال اللي بيجهده سيدنا سوفان الثوري بيقول عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال فاللي يكسب حلال ويسع على أولاده ده بطل فلذلك البطولة دي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يذهب الخنة دي بالاستمرار في العمل بأمل بغير كلل إن شاء الله سبحانه وتعالى يذهب من قلبك الخوف والوجل إن شاء الله إن شاء الله السؤال اللي بعد كده بيقول هو حلال ولا حرام أعطيت مبلغا معينا لشخص بأنه هو هيشغله وأنا لي الربح أو مبلغ شاري حلال ولا حرام لو أنا ديت فلوس لشخص عشان يشغله بشرط إنه يبقى فيه حساب ختامي في نهاية الإيه في نهاية العمل مع بعض ده جائز وليس فيه شي يعني إيه اللي حاصل هو ها يديني سي ألف جنيه ولا ألفين جنيه ولا تلات تلف جنيه كل شهر بس في الآخر خالص بروح عاملين إيه نعمل حساب ختامي لا والله أنت لسه لك شوية إيه شوية أرباح فأاخد شوية الأرباح اللي عندي يبقى إيزا الفلوس اللي أنا باخدها كأنها فلوس تحت حساب الحساب الختامي يعني تحت حساب الحساب الختامي اللي هيحدد بشورة دقيقة قديه الربح وقديه الخسار يبقى إيه اللي حاصل يبقى لو حصل أن أخدت فلوس شهري ده مش يخلي المعاملة حرام ولكن أحتاج أن نعمل إيه في الآخر حساب ختامي حساب ختامي عشان تبقى المعاملة ليست فيها أي نوع من أنواع الغرر الذي هو يفضي إلى الضرر بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول أنا ست متجاوزة وكنت عايشة مع زوجي وعندنا شقة وفلوس وكان زوجي شغال بس ربنا أراد أن كل شيء نملكه راح وأنا عارفة أني ده بتلاء عايزة حضرتك تدعيلنا لأنه هيسافر وأنا مش قادرة أتحمل فكرة أني أكون لوحدي أنا وأولادي في الدنيا خايفة يكون قلبي مش متقبل كده وحسة أني تعبت تنصحني يا شيخ أعمل إيه علشان أتحمل وأرضي ربنا أنا أقول لحضرتك ثلاث حلول حل الأولاني حاولوا أن أنتوا تسافروا معاه يعني حاولوا أن أنتوا تسافروا معاه وأن سافركم معاه يكون الحل الأفضل أن أنتوا تكونوا مجتمعين في مكان واحد طيب نفترض أن الحل ده مش هيبقى متيسر نعمل إيه ما نقولش أن إحنا خلاص مش هنسافر معاه لأن القول ده من أول من أول السفر ده بيخلي الناس تحس خلاص أنهم افترقوا وكأنهم خلاص فيه فقدوا الأب وفقدوا العائل وفقدوا السند لا نقول أنه هو مسافر وقت معين وإحنا إيه لا يحصل وإحنا نلحق به متى تيسر هذا الأمر ويبقى فنيتنا كده وسعيين لده طيب ده ما حصلش وخلاص إحنا عارفين أنه عاي يسافر ومش ممكن ياخدنا معاه عناعمل إيه بقى عناعمل خمس حاجات الحاجة الأولانية الحاجة كلها متأخذة من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي ما قالش كلكم منفق إيه الفرق ما بين الإنفاق والرعاية إن الإنفاق وزء من الرعاية لكن الرعاية هي رعاية التربية ورعاية العقل ورعاية النفس فلازم هو يشارك في تأمين الأولاد فيبقى نعمل إيه بقى أول حاجة لابد من التواصل الدائم يوميا لازم يحصل التواصل قال بس تعب حتى لو تعب حتى لو تعب ومن ربنا أكرمنا في هذا العصر بهذه وسائل التواصل ليه عشان إيه اللي حاصل نتواصل كل يوم ويا سلام لو إحنا نقعد مع بعض ناكل في نفس الوقت مع بعض يبقى زبطين نفسنا إن إحنا قاعدين متواصلين مع بعض وبناكل مع بعض طب بقول كده ليه بقول كده عشان ما يمتنعش الناس عن الرعاية ما يبقاش الأولاد فقدين رعاية والدهم ونتكلم مع بعض عن كل حاجة والزوجة عليها حضرتك عليك إن أنت تحضر زوجك حتى لو مسافر لأن ده جزء من مسؤوليته وجزء من مسؤوليتك أنت رعاية في البيت ده يعني أنت مسؤولة أن أنت تحضر زوجك مش أن زوجك يغيب إحنا عندنا مشكلة بتحصل في إرشاد الزواجي دايما اسمها أزمة الغربة إيه أزمة الغربة إن الزوج لما يرجع في إيه اللي حاصل فالزوجة أيما بدور الزوج والزوجة في تربية الأولاد فيرجع الزوج فيصارع الزوجة من أجل ماذا من أجل استرداد دوره كزوج دوره كأب فتبقى مش كده فيا أيما بدور الأب والأم فهو لما يرجع في الغالب بتقوله ما تبقى وصلش إن أنا ربيت الأولاد عليه وفي الغالب بيبقى فيه صراع مرير ما بين الاتنين وعشان كده احنا لازم نكون منفكر بطريقة صحيحة يبقى أول حاجة تحضر يزوجك معاك تانية حاجة إن لازم يكون ليكي كلام خاص لوحدك مع زوجك لأن الكلام اللي أنا شايفه ده شايفه ده كلام يقلق إن أنت مش قادرة تتقبلي فكرة إن أنت تعيش لوحدك أنت وإيه أنت وأولادك أنا طبعا ما بقدرش أفهم إن الناس ما بيبقاش عندهم حل غير إن هما لازم يسفروا أنا شوية بيبقى عندي قلق في حتمية السفر لا ممكن ندير حياتنا بدون حتمية السفر ده وأنا بكلمك عن تجارب للناس كتيرة جدا جدا ما عاشوش حتمية السفر ده وقداروا حياتهم بشكل مختلف نعم يبقى إيه اللي حاصل تاني حاجة بعد ما قلنا التواصل الدائم مع الأولاد ومع الأسرة التواصل الدائم معك وحدك كل يوم تتواصل معاه لأن التواصل الدائم التواصل بينك وبينه غير التواصل ما بينك وبين الأولاد ليه طيب عشان ما تنسيش إن أنت زوجة وما تضعيش في وسطي مفهوم أم الأولاد فلازم يبقى أنتك تواصل معاه الوحد الحاجة التالتة اللي لازم تعمليها إن أنت لازم بشكل واضح تكون متفقى معاه على كيف سيدار البيت لأن الاتفاق ده هيخليكم تتفرغوا لرد الفجوة اللي جاية بينكم بسبب بسبب الغربة رابع حاجة إن كل يوم كل واحد فيكم يبعث رسائل امتنان أنت بيعطيه رسائل امتنان إن هو متغرب عشانكم وهو يبعط لك رسائل امتنان عشان أنت بتحمل أسرة بكل ما تملكي من جهد خامس حاجة لابد كل واحد فينا يبقى عارف كل واحد فيكم وانتنين عارف إن شريك حياته بيدعيله كل يوم لازم يحس إن هو بيدعيله ويريد تبتكره في الأدعية ويبقى أدعيتكم كمان بتصل لقلوبكم أنا نصحة حاجة بتقولي لي أعمل إيه بقولك اعمري ده عشان ده يكون سبب من أسباب التيسير عليكي في الوضع اللي أنت فيه السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي دائما مبتلاة بالأمراض ويفي السلاثينيات من عمرها ما النصيحة للأفعال التي قد ترفع البلاء ويعافيها الله سبحانه وتعالى أربع حاجات أول حاجة الدعاء لأن الدعاء الله سبحانه وتعالى يخفف به البلاء الله سبحانه وتعالى لأن نحن عارفين إن القضاء والدعاء يتعالجا مش بمعناه يتصارعا ولكن ده كله يبقى صورة كاملة لاستجابة العبد وتسليمه لله سبحانه وتعالى يبقى الدعاء تكسر من الدعاء تكسر من الدعاء بشكل كبير جدا جدا يعني تدعو بعد كل صلاة وتدعو كلما تذكرت تكسر من الدعاء الحاجة التانية تكسر من الصدقات لأن داو مرضاكم بالصدقات فتكسر من الصدقات يبقى كثرت الدعاء وكثرت الصدقات الصدقة ليها بقى معاني عجيبة لأن الصدقة وكأن الله سبحانه وتعالى اسمع حديث رسول الله سلم لذي أخرجه الإمام مسلم أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصيرك الجبال ولذلك الصدقة لها أثر عجيب في جلب البركة على البيوت فكم من الأمراض دوية بالبركة الحاجة الثالثة لا نتوقف أبداً أبداً عن التداول نستمر في التداول وبعض الأحيين بتبقى الأمراض صعبة فبعض الناس يقولوا إحنا زهقنا من الدواء إيه و أتعمل كده إيه و أتعمل كده يعني إيه إيه و أتتوقف عن التداول إيه و أتتوقف عن الأخذ بالأسباب لأن هذا هو أمر الله لنا العاد الذي بيننا وبين الله أن الأخذ بالأسباب يفتح لنا الأبواب لنرى عطية الوهاب فما تسيبوش الأسباب خالص رقم أربعة بقى وده شيء مهم جداً جداً أنت تدخل على قلبها السرور ودي حاجة مهمة جداً 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 تدخل على قلبها السرور يعني تأتيها بالأخبار الحسنة وتساعدها على أنها تكون في حالة التفاؤل دائم كل ما تعمل ده كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجلب عليكم الشفاء والعافية وعشان كده أنا بقول لحضراتكم لازم طول الوقت تكونوا على الحال دي مع الله سبحانه وتعالى السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي عنده شهادة بالبنك وهي مصدر الدخل الوحيد الذي ينفق منها على البيت ودراسة البنت وهو بالمعاش ولا يعمل وعائد الشهادة يكفي بالكاد لمصرفات البيت والدراس ولا يستطيع إخراج الزكاة المستعقة فماذا يفعل بهذه الحالة وجزاكم الله وكل خير يا دكتور على النصائح أحكم نصائح حضرتك الرائعة أنا أنت أتخذ أخذ عشر الريع يعني أخذ عشر الريع هذه الشهادة يعني مثلا هو بيجي له سبعة تلاف أخذ سبعمائة جنيه من هذه الشهادة يعني إيه يخرج سبعمائة جنيه من هذه الشهادة هذا الزكاة الواجبة لأن إحنا خلاص استقارت الفتوى إن لو أنه أودع المال في شكل وديعة أو في شكل شهادة استثمار وكان ليس لدي من المال ما ينفق منه إلا هذه الريعة هذه الوديعة وهذه الشهادة يخرج عشر الريع قياسا على الأرض يبقى يخرج عشر الريع الزكاة عشر الريع بس اللي بيخرج له ويكون بهذا قد أدى الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه يا سادة عن النهاردة تكلمنا عن جليس مهم في حياتنا تكلمنا عن جليس مليء بالبركة إذا إحنا كنا صديقين فيه وكنا بنقديه بشكل حقيقي النصيحة أنا الأواني إن إحنا ترجع النصيحة ونبصها بطريقة أخرى إحنا عندنا مشكلة في النصيحة عندنا مشكلة حقيقية في النصيحة من جهتين عندنا شعبوية النصيحة ودي مسألة محتاجة تتعالج وعندنا كمان النصيحة الفاضحة الاتنين دولة محتاجين نراجع نفسنا فيهم محتاجين نتقل الله سبحانه وتعالى في الأعراض ونتقل الله في الحياة ونتقل الله سبحانه وتعالى في المال ونتقل الله في الدين ونتقل الله في الأعراض كل نتقل الله في العقل كل الخمس حيات ديت محتاجين نتقل الله فيها واللي لا يستطيع أن يجد علما في عقله ولا علماً في قلبه لأن العلم ده هو اللي بينور العقل والقلب ما لا يجد نصيحة يخشى من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال النصيحة يا سيدي مش محاولة للمشاركة المجتمعية النصيحة هي دلالة على النعمة الربانية فإياك تنصح فتطمس القلوب من رؤية نعمة المحبوب سبحانه وتعالى إذا كنت قادراً على أن تعين الناس على أن يروا نعمة الله فانصح وإلا فليقل خيراً أو ليصمت اللهم اجعلنا من أهل الصدق في النصيحة ومن أهل الإقبال عليك فيها واجعلنا يا ربنا متحققين بأنوارك وفضلك وكرمك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائماً من الصادقين ومع الصادقين في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين